هل تعرض النادي الاهلي لعقوبة اقاف القيد لثلاث فترات النادي الاهلي كان فيه ازمة مع نادي هيدرس فيلتاون احد اندية الدوري الانجليزي عام 2019-2020 اتنقل رمضان صبحي في هذا التوقيت من هيدرس فيلتاون للنادي الاهلي وكان فيه بند بيتيح ليه هيدرس فيلتاون الحصول على مبلغ 150 الف جنيه استرليني في حالة حصول النادي الاهلي على بطولة الدوري النادي الاهلي بالفعل حصل على بطولة الدوري لكن النادي الاهلي بيقول ان رمضان صبحي رحل في نهاية تعقده في شهر ستة والبطولة امتدت لبعد كده بكتير وبالتالي لم يكن من حق هيدرس فيلتاون الحصول على هذا المبلغ لكن للأسف من ساعات قليلة الفيفا حكم حكم نهائي بأحقية هيدرس فيلتاون في الحصول على مبلغ 350 الف جنيه استرليني وإلا يتم إقاف القيد عن النادي الاهلي ليه ثلاث فترات عندنا مصدرين دلوقتي ليه رد فعل النادي الاهلي مصدر يلا كورة بيقول ان النادي الاهلي هي حسم هذا الموضوع بعد نهاية دوري ابطال افريقي علشان تكون الامور يعني هدئت واستقرت داخل النادي الاهلي وبقول ان النادي الاهلي متأكد بليون في المية انه مظلوم في هذه القضية لكن بالتأكيد هيتم حل هذا الموضوع علشان ما يتمش ايقاف النادي الاهلي عن القيد. موقع في الجول الموقع الرائد في الاخبار الراضية بيؤكد ان النادي الاهلي حسن بالفعل هذا الموضوع وسدد ليه هدرسفيلتاون مبلغ تلتمية وخمسين الف جنيه استرليني يعني ما يقرب من خمستاشر مليون جنيه مصري ليحسم هذه القضية تماما كابتن احمد شوبير من بقائق قليلة اكد على الخبر بتاع موقع في الجول واكد على ان النادي الاهلي حسن بالفعل هذا الموضوع وارسل بالكامل المبلغ لصالح نادي هدرسفيلتاون وبالتالي مفيش اي اقاف لالقيد للنادي الاهلي الفترة القادمة طبعا ازمة اقاف القيد عن الاندية المصرية بقت زي ادمان النادي الاهلي اهو حل المشكلة بحمد الله نادي الزمالك عنده ازمة كبيرة جدا واقاف للقيد لو مدفعش مليون ونص لنادي سبارت انجليش بونا البرتغالي علشان شكبالا من عام 2014 ولا 2015 وطبعا النادي الاسماعيلي داخل في ادمات كبيرة جدا كارميلو ودييجو وفرناندو وبن اخماسة وفلسطيني النبريسي وجاريد وعن الناس كتيرة قوي داخل فيها وازمات داخل فيها النادي الاسماعيلي وربنا يصطر على الاندية المصرية اللي بتدفع فلوس في الهواء علشان التأخير في بعض التعاقدات يعني على فكرة المبلغ اللي كان مستحق لها كان مية وخمسين الف جنيه استرليني فقط لغير لكن علشان النادي الاهلي مدفعش المبلغ بسرعة وراح للمحكمة المبلغ زاد بيبقى فيه بعد كده فوايد وخلافه ووصل المبلغ لي تلتمية وخمسين الف جنيه استرليني على قاية حال انهى النادي الاهلي هذه الازمة وما فيش اي مشكلة بإذن الله لان النادي الاهلي يقيد لعبين جدد في الفترة القادمة عبر صفحة النادي الاسماعيلي الرسمية بيان من مجلس ادارة النادي الاسماعيلي يجمد مستحقات اللاعبين ويتخذ قرارات رادعة اتخذ مجلس ادارة النادي الاسماعيلي برئاسة اللواء ابو بكر الحديدي مجموعة من القرارات بالتنصيق مع الجهاز الفني للفريق الاول بقيادة الكابتن حمزة الجمل وجاء ذلك في الاجتماع الذي انتهى منذ لحظات وجاءت القرارات على النحو التالي خدوا بالكم من اول قرار لانه بالنسبة لي غريب شوية واحد الموافقة على طلب المدير الفني بتعيين مديرا لقرأ رغم ان كابتن حمزة الجمل اول ما جاه قال انا مش محتاج مدير لقرأ لما كان بيرد على الاسئلة اللي بتوجه له حول امكانية تعيين الكابتن حسن عبد الربو في منصب مدير للقرأ كان بيقول انا مش محتاج مدير لقرأ انا اقدر اقوم بهذه المسئولات هل ده معناه ان ممكن نشوف عودة ليه الكابتن حسن عبد الربو رغم ان الكابتن حسن عبد الربو دخل فيه مشاحنات او هجوم ضد الاداء بتاع الجهاز الفني الله اعلم ما اعتقدش اتنين ايقاف المستحقات المالية للعبين لاجل غير مسمى تلاتة تفويد المدير الفني باستبعاد العناصر الغير مفيدة وتصعيد عدد من الناشئين بدلا منهم بداية من اول ميران للفريق على فكرة الفريق واخد اجازة او راحة ثلاثة ايام ويرجع من جديد للتدريبات استعدادا لمواجهة اسوان في الدوري المصري يوم 29 نهاية هذا الشهر اربعة تعهد المدير الفني وجهازه بتحسن النتائج في المباريات المقبلة بما يليق باسم وتاريخ النادي الاسماعيلي قولوا يا رب المدير الفني اللي متخبنا الوطني البرتغالي روي فيتوريا بضم ست لعبين مواليد 2003 و2005 سيشاركوا بإذن الله في تدريبات المنتخب يومي السابت والاحد المقبلين بعد كده هيعودوا من جديد لانديتهم وذلك لمواجهة النقص العددي في صفوف المنتخب قبل السفر الى المغرب لمواجهة غينيا يوم الاربع المقبل في التصفيات المؤهلة لامم افريقيا 2023 بي كودي فور اللعبين الستة مين مصطفى مخلوف ده حارس مرمى الخامس تقريبا في قائمة النادي الاهلي خالد عوض لعب طلاعي الجيش ثنائي امبي المهاجم احمد نادر حواش والزهير الايصر حديث الجميع دلوقتي محمد حمدي في انباء بتقول انه وقع له الاهلي او له الزمالك لعب مميز جدا واياد عسقلاني مدافع النادي الاسماعيلي على فكرة اياد عسقلاني موليد 2005 لعب منتخب الشباب والمنتخب الولمبي انضم ليه اليومين التدريب دولة مع المنتخب المصري عشان النقص العددي ويحتكوا بيه ايضا اللعبين الكبار واخيرا عمر فايد لعب المقاولين العرب المساك المميز ليه المقاولين العرب اللي هو يقال عليه شبيه احمد حجازي وبذكر النجم احمد حجازي الف سلامة على نجم الدفاع المصري نجم المنتخب المصري قائد نادي بحاد جدا السعودي النجم احمد حجازي اللي عمل عملية الرباط الصليبي في انجلترا بعد اصابته بيها في المباراة اللي توج فيها نادي الاتحاد ببطل الدوري السعودي بعد غياب 14 عام احمد حجازي تم اختياره في قائمة الافضل في الدوري السعودي خمس لعبين من الاتحاد كان على رأسهم المدافع الفز احمد حجازي كان على رأس قائمة منتخبنا الوطن اللي شارك فيه مونديال روسيا 2018 طبعا كان فيه اصابة ايضا للاعب محمد هلال لاعب نادي البنك الاهلي طبعا ان البنك الاهلي كان عنده مباراة النهاردة في الدوري المصري امام الاتحاد السكندري انتهت بالتعادل السلبي 00 محمد هلال اللي تم اختياره فيه قائمة المنتخب الوطني لأول مرة اتصاب وبالتالي ضم مكانه راي فيتوريا جناح النادي الاهلي احمد عبدالقادر المشارك مع النادي الاهلي فيه نهائي دوري ابطال افريقيا امام الوداد المغربي يوم الاحد المقبل الساعة العشرة مساء باذن الله منتخبنا الوطني باذن الله هيلعب مباراة امام منتخب غينيا فيه التصفيات المؤهلة ليه كأس الامم الافريقية كوديفور 2023 وهيلعب مباراة ودية امام منتخب جنوب السودان بالتوفيق باذن الله ليه منتخبنا الوطني بالتوفيق ليه اللعيبة الصعادين وفي ملاحظة اخيرة اياد عسقلاني ما بيلعبش خالص مع الفريق الاول ليه النادي الاسماعيلي فيه مطالبات دائمة لكابتن حمزة الجمل بيضمه لكن كابتن حمزة الجمل بيصر على وضعه مرة واحدة يمكن فيه التشكيلة الاحتياطية ليه النادي الاسماعيلي وبيخرجوا دائما وابدا من القائمة بتاعة النادي الاسماعيلي اتمنى في ظل الازمة اللي فيها النادي الاسماعيلي حاليا يضيء ثقة للعبين الصعادين لان هم دولا مستقبل النادي اعيز برضو اشيط بيء اللعب محمد حمدي الزاهير الايصر المميز لنادي امبي نادي امبي في الفترة الاخيرة بيطلع ناشئين مميزين جدا يعني نادي امبي عنده اصلا ماروان داود في مركز الزاهير الايصر مرشح لانتقال لنادي الزمالك في الفترة المقبلة كمان طلع من عنده محمد حمدي ظاهير ايصر مميز جدا 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 يارب يكون حد شافه من برا لان اللعب امكانياته رائعة ويقدر بكل سهولة في سن صغيرة ان هو يحترف في الخارج لو اهم مرة تشوفني ادعمنا اشترك في القناة فعلى الجرس اعمل لايك في فيديو اندياتنا الجمهارية اولا نفوق الجميع اشوفكم على خير شكرا لكم سلام عليكم اشتركوا في القناة